ترأست سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصير في وزيرة السياحة رئيسة مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض اجتماع مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض وطلع المجلس خلال الاجتماع على آخر المستجدات في القطاع السياحي للربع الثالث من العام الجاري 2022 وتطور العمل في تنفيذ أهداف ومرتكزات استراتيجية السياحة 2022-2026 وأبرز المشروعات السياحية التي تم تدشينها خلال الربع الثالث من العام الجاري كما استعرض المجلس أهم التطورات السياحية خلال الأشهر الماضية ومؤشرات قياس الأداء في القطاع السياحي من جانبه تطرق دكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض إلى تفاصيل المشاريع السياحية الجديدة المزمع تنفيذها في مختلف محافظات المملكة خلال الفترة القادمة والجدول المعتمد لرحلات البواخر السياحية لموسم 2023 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر